هماستر كومبات سعر عملة هماستر كومبات هيكون قدرية يا احمد امتى هيتم ادراج العملة او هنقدر ان احنا نسحب فلوس لان العملة تم ادراجها في ولكن لزا لحد الان مش تم او مش هتعرف تسحب فلوسا. تاني حاجة ازاي هيتم تقسيم الارباح او كل واحد هيسحب قدرية والكلام ده كله سعر العملة طبعا. ان فيه كلام كتيرة وغيس كل شوية تطلع بميديوات وتقول لك سعر العملة ستة دلار. في ناس تانية تقول لك من اشهد المتفائلين. والعملة هتكون معديها سعر عملة موت كوين لان العملة ديت في ناس كتير لها من راحة. واحدة واحدة. هنتعرف على القصة من الوقتي. وهقول لك كل حاجة ولكن مهمة جدا ان لو انت جديد وبخايف تدخل في الموت ادخل يا صاحبي. هتقول انا مش حالها اجمع حاجة ادخل يا عمد جمعت واحد جمعت. وعايز اقول لك ان ان انت لو جديد عندك فرصة دلوقتي توصل للربح اللي انا المفروض حافظوا في الساعة. ازاي? انا مفروض دلوقتي اتنين ونقص مليون. انت عندك فرصة توصل على الاتنين مليون. هتقول لي ازاي? ما فيش حاجة صعبة. وهقول لك دلوقتي ازاي انت بتعمل الحاجات ديت لو انت جديد. ولو انت جديد او قديم حتى بالنسبة لموضوع الشفرة بتاعت المليون او الخمسة مليون الكروي بتاعت الخمسة مليون. احنا عمل لها قناة او جروب على تليجراب بنتنقش فيه وبننزل او حنشاير ان شاء الله الحاجات دي مبعض يوميا بدون ما ندخل على يوتيوب. وكزلك لو في اي موضوع او اي سواء لو اي حاجة عادة نتنقش فيها بنتكلم فيها او هنتكلم فيها ان شاء الله ان الكلام ده هلسا ان شاء الله اول حاجة من الفيديو ده. لو انت جديد هعرفك ازاي ان انت تكسب بسرعة طبعا عشان ما احنا اتكلمت قبل كده عن الوضوع ده بديوات كتير جدا. طبعا بالنسبة بقى لسعر العملة وانت هيتم ادراكها وازاي ان انت هتسحب الكلام ده كله احنا اتكلم في دلوقتي ولكن اهم جدا اول حاجة تعملها تصلى على في الكومنتات ده اهم حاجة وده اللي احنا بناخده من البلاد والله يعني ده السواب الحين ان ده احنا بنعمله هنا. فما تكسلش ان انت تصلى على في الكومنتات وان ان انت تشترك معنا هنا في القناة وتدعمنا لان احنا في ناس كتير جدا بتفرج علينا مش مشتركوا من القناة ودي حاجة محزلة واخر حاجة وندعي لفواتنا واهلنا في الفلسطين في السودان في كل الدول العربية. مبدأين لو انت جديد كل اللي انت بتعمله تدخل على بيبدأ ان هو يجمع عجلة ولكن ما تعتمدش على دوت لان ده مش هيسعفك اللي هيسعفك حاجة واحدة وهي الشفرة اليومية اللي بتنزل كل يوم بتقفل منها مليون كوين وتاني حاجة الكروت بتاعة الخمسة مليون يعني كل يوم حيطلع لك ستة مليون غير طبعا او الجايزة اليومية. يبا انت كده طبعا كتر من ستة مليون من الجواز اللي انت بتعملها بما فيش خالص يا صديد. طبعا اليوتيوب ولحاجات الفيديو ده اللي بينزلوا والكلام ده كله. ولكن نرجع تاني بقى انت حد جنيد هتزود الربح بتاع الساعة بتاعك ازاي. طب هتقول لي هو ايه ربح الساعة دوت. يعني ايه ربح في الساعة. افاهمت. كيه حاجة اسمها التعدين. التعدين دوت فيها كروت كتيرة. في كروت كتيرة جدا في التعدين دوت. وكل شوية بينزلوا كروت. ده طبعا عشان يساعدوا الناس او المعدنين انهم يعدلوا اكتر في العملة. نفترض انه في عشر كروت. وده كرت من النقو. انت معاك مثلا ميت الف عملة. تمام? الكرت دوت في الفئة ان هي اول حاجة خالص. تمام? بالف. فانت دفعت الالف مقابل الالف اللي انت دفعته حيخش لك في الساعة. نفترض يعني خمسين عملة. تمام? انت عايز تزود الخمسين دولي بدل ما يخش لك كل ساعة خمسين واحدة بس اللي هيحصلت. هتدفع مثلا الف تانيين وترقي الكرت اللي احنا اشتريناها دوت. تمام? وبدل ما بتاخد خمسين في الساعة هتاخد كيف? هتاخد مية. وكذا وكذا وكذا. ولكن اللي انا عايز اقولك برضو ان مش كل الكروت هتساعد معاك. وحتعلم معاك بسرعة. بمعنى ايه? في كروت ممكن تدفع فيها الف. تمام? وتاخد مسلا فيها كم? خمسمية عملة. في كروت تانية ممكن تدفع فيها الالف وتاخد خمس عملات بس. فهذا لازم انت تستسمر الكوينات اللي معاك في الكروت الصح عشان تعلم شرعة في الساعة. تسبب التعديل في الساعة فبيكون وانت او لو انت اخره تلات ساعة. يعني لو انت مش فتح نت. ببساطة جديدة هيشتغل مع نفسه. وايعدن اقصى حاجة تلات ساعات. لو انت بتاخد في الساعة الواحدة مية الف عملة. فاقصى حاجة لو انت فصلت التليفون وجيت تاني اقصى حاجة جمحانك هما كان تلات ساعات اللي هما تلتمية الف عملة. اتمنى ان الناس تكون فهمت موضوع الساعة دوت لانه ممكن لو انت جنيد ممكن ما تكون شفيها من الكلام دوت. طبعا هي الكروت انا عملت فينيو قبل كده هزغلو لك من الاي. شوف احسن الكروت وخلي بالك في الكروت تانية بتنزل كل شوية. فتابع لان الموضوع حل وحيعلم معك بسرعة. وخلنا اقول لك لو انت جنيد والله ممكن توصل في خلال بس اسبوع واحد او عشر ايام تلاقي نفسك وصل تلاتين مليون تلاتة مليون بسهولة جدا جدا. نرجع بقى للموضوع العملة والسعر والادراج والكلام ده كله. امتى هيتم الادراج? لحد الان لحد مش عارف هيتم الادراج امتى? ولكن الكلام كله يشير ان هو حقبه في سبعة. او ده اللي الشركة بتقوله في المنصات في تصريحات هما بيطلعوها. المفروض ان هو في سبعة. الناس بتقول لك في تمانية ناس بتقول لك في سبعة. ولكن انا اعتقد ان هو خلاص يعني. هي الفترة اللي احنا فيها دات. يا سبعة يا تمانية مش هتفرق كتير. ولكن هما ذات نفسهم مش عارفين والله جدعين هم حيتنوقوها او حيخلوك تسحب امتى? طول لي الزياب وحميد هما مش عارفين ببساطة جديدة في ناس كتيرة جدا بتخش النوت دوت كل يوم عن يوم. ليه? لان نسيته بيعلى وبيعلى. انا عملت فيديو. الناس اللي حاولين منا عامل الفيديوهات فين اللي بيحصل? الناس كلها بدأت تعرف عند الموت وبتدخل. فهم ملايين فيديوهات متخش ليه? افصل التشريب بتاع العملة دوت. وامنع ان ملايين الناس تدخل ليه? تبا استنى شوية. ده هو اللي بيفكره فيه. وده اللي بيعملوه بدماجه. وده اللي انا شايفه وانت شايفه. وديل على كده? ان الاول فيديو عملته عن كان في خمسة غالبا انت خمسة. والناس كلها كان بتقول لك ان هو في اول ستة. وانا قلت يا جدعين ما حد نش عارف حاجة. ولسه الموضوع. وبالفعل احنا داخلنا على سبعة. وداخلنا على تمانية. ولسه لحد الان ما تمش اطلاق العملة. طب بالنسبة لا استعرام يا انا قلت في اول فيديو وممكن تنرى وتشوفه ان العملة بلا طيمة. طب الكلام اللي حاصل في بايبت. تعال نشوفوا بايبت مع بعض كده. يبقوا قدمك كده. ده العملة في الويب سرين. الويب سرين اللي نزلوه فين في الاستر كومبات. ده دليل ان عملة او بيدوك كده يحق ان العملة موجودة فين في الويب سرين على اا بايبت او مرصد بايبت. اخر سعر لتداول العملة زيرو تمام ميتل وسبعتاشر سنت تمام. يعني مش مكملة ربعة دولار. ولكن بناء على ايه تم كتابة سعر الدول. تعال فاهمت. دول من الاخر كده اصحاب العملة هم اللي بيعملوا اا تداول للعملة بالنفسه. وبيحاولين ان عملة يسبتوها عند سعر معاين. زي ما هو قدامك مثلا. خمسين دولار في مقابل كم? في مقابل ميتل وخمسين عملة. يعني العملة الواحدة تمام عملة ميتين اا سنت. طبعا نفس القصة خمسين خمسين كلها تقريبا نفس الاسعار آآ قريبة من بعض. ما فيش تفاوت كتير. يعني ميتل وسبعتاشر دولار في مقابل الف عملة. القيمة بتاعت الهماستر الواحدة اتنين او ميتل وسبعتاشر آآ سنت. ده طبعا اخر سعر تم التداول فيه. لابا هم ليه عايزين يوصلوها للسعر دوت او هم ليه بيعملوا كده? ما عايزين يسببتوها كده ولكن صعب جدا. طبعا الناس اللي بتقول لك بقى ان في ناس كتيرا اللي بتخلو وان البيوت هيكون اقوى من عملة نوت كوين. حيب يقولك ان في ناس كتيرا جدا بتخش في الموضوع. ومعنى كده ان العملة بمجرد ادراجها او ان هو يبتح لك ان انت مية العملات اللي معاك. وبدأت بزيرو زيرو واحد. ده لو بدأت يعني بمجرد الناس كلها هتنميل عايزة مية. فالعملة بدأت ما هي بزيرو زيرو واحد. لا هتنزل. فطبعا اما مش هيخلي الناس كلها تسحب العملات يا ابو حبيل انا فهم والله صديقي. ولكن فيه ناس كتيرة جدا شغالة في مصر وفي الدول العربية في الدول الاوروبية. الناس كتيرة من كل انحاء العالم استنيها العملة ده تنزل. طب لو انت استنيت شوية ان اللي يحصل. او ممكن يحصل. ممكن العملة مع الوقت ينبلى قيمة شوية. لكن ما اعتقدش لانه البساطة مفيش تعديل على تيلجرامجدعان. ده مش تعديل اصلا. اشتب بفاهم بردو. الفيديو عن موضوع التعديل والكلام ده كله هعمله. وحفاهم يا كانت القصة بالوقت. ولكن خلينا في اه طبعا ازاي هيتم احتساب ارباحك زي ما انا قلت بناءا على الساعة. في ناس بتقولك او الكلام المتداون ان هو هيتحلك واحد في المية من المعدل الرمح بتاعك في الساعة تسحبه. ولكن تسحبه ازاي? هل هيدنيك مرة واحدة في اليوم واحد في المية? ولا هيدنيك كل ساعة تسحب واحد في المية من اللي انت بتاخده في الساعة? طبعا محدش عارف كلها تكهونات. واللي يقول لك نواسك وعند مصادر خاصة. فيش حاجة اسمها مصادر خاصة. ولا عنده كام ده كله ان ببساطة جدين ده العملة ديت مش محلية الصنع. عملة ديت نسمي مبارة. طب بالنسبة للساحب يا وعميدها لسحة من زي? في محفظة انت رابطها بها المفهول انك محفظة تليجرام او محفظة تون كيبر. اي محفظة للمحافظ ديت ساعة لجندا ان انت تعملها سواء تليجرام او تون كيبر. بمجرد ان انت تربط محفظتك اللي هي تون كيبر. بالبوت اللي بيحصل ان شاء الله لمنجرد العملة تنزل. هيوتاح لك خيار ان انت تسحب آآ العملات بتاعتك. سواء واحد في المية سواء عشرين في المية على حسب الكلار اللي بيتقال. ولكن ما اعتقدش ان هو هيتحنك نسبة كبيرة. عشان ايه? عشان تفضل معاهم ان تفضل شريع على البوت وتفضل البوت ليه قيمة. بعكس من ان هو يتحنك ان انت تسحب واللي بيحصل. خسر كل الجمهور بتاعه ان الناس كلها عازل تسحب وعازل تريح دمان ياه. تابع في التليجرام تابع في يوتيوب تابع يعني تابع اي حد بتكلم عن العملة لانه بمساطة الجيد ده العملة اول ما تنزل انت زي ما نقولت دي فرصتك ان انت تكسب وان شاء الله تكون مكاسب يعني كويسة لان الناس كلها معاهم ملايين بسم الله وان شاء الله والناس كلها دفلت كتنين مليون وتلاتة مليون واربعة مليون وخمسة مليون في الساعة فاعتقد انك ناس كتيرة ركسة وان شاء الله يعني ابالر انفترمة مكسيمم والمئة دولار اقل حاجة يبقى اكويس والله. انا انا اكون جوبت على كل الاسئلة اللي بتتسئل واللي بتدور في ازهال الناس انا عارف ان انا ما اجبتش حاجة مفيدة في موضوع الامتة والسعر ويتام ده كله ولكن انا بقول لك وجهة لازري والفيديو الطلب بوجهة لازري بس كده لو لديت عندك اي حاجة تانية سمال في الكمنتيات واشوف في ميديو تاني. سلام.